السلام عليكم ان شاء الله في هذا الفيديو نشوف الصفحة تمانية واربعون من درس المضاعفات والقواسيم تمرير رقم ستة الف احدد مضاعفات العدد اربعة المحصورة بين مائتان واثنان ومائتان وسبعة عشر نضع في المضاعفات وهي مائتان واربعة مائتان وثمانية مائتان واثناشر ومائتان وستة عشر نضع جميع مضاعفات العدد اربعة ونصلحت الحد المضاعف له مائتان وسبعة عشر وناخد فقط لهي محصورة بين مائتان واثنان واثنان وسبعة عشر احدد اصغر عدد مكون من رقمين يقبل القسمة على اربعة ننفع هذا العدد وهو اثنى عشر جيم احدد اكبر عدد مكون من رقمين يقبل القسمة على اربعة كذلك نوضع جميع الاعداد وهي من مضاعفة اربعة مكونة من رقمين ننفع اخر عدد مكون من رقمين ولغادي ناخده يقبل قسمة على اربعة مكون من رقمين ننفع هذا العدد هو ستة وتسعون دال احدد اكبر عدد مكون من ثلاث ارقام يقبل القسمة على ستة كذلك بالنسبة لأكبر عدد مكون من ثلاث ارقام يقبل القسمة على ستة قد نوضع جميع مضاعفات على عدد ستة حتى نوصل اخر عدد وهو مكون من ثلاث ارقام فهو العدد المطلوب وهو تسعمائة وستة وتسعون ثم سبعة يمكن توزيع تلاميذ السنة الخامسة بمدرستك الى اقسام من خمسة وعشرون تلميذة او ثلاثون تلميذة او خمسة وثلاثون تلميذة احدد عدد تلاميذ السنة الخامسة بهذه السنة علما انه اصغر من الف وخمسمائة احدد عدد عدد تلاميذ السنة الخامسة بهذه المدرسة علما انه اصغر من الف وخمسمائة اذا فلتحديد هذا العدد نوضع جميع مضاعفات العدد خمسة وعشرون وثلاثون وخمسة وثلاثون الاصغر من الف وخمسمائة اولا نوضع حتى نوصل الى عدد الف وخمسمائة فمثلا خمسة وعشرون خمسون خمسة وسبعون مئة مئة وخمسة وعشرون الى ان نصل الف وخمسمائة وكذلك بالنسبة لثلاثون وبالنسبة لخمسة وثلاثون سنوجدوا بأن العدد الف وخمسون هو المضاعف المشترك لهذا الاعداد وهو أصغر من 1500 إذن فهذا العدد فهو عدد التلاميذ السنة الخامسة إذن فنكتب العدد هو 1050 وهو يمثل عدد التلاميذ السنة الخامسة ثم التمرين عمر أبي بين 41 و 55 عاما يقبل في هذه السنة القسمة على أربعة ومنذ سنتين كان عمره قابل القسمة على ثلاثة فما عمر أبي هذه الوضعها وهي مضاعفات العدد الثلاثة المحصور ما بين 41 و 55 وهذه المضاعفة وهي 42 45 48 فعمر الأب كان في السنة الماضية أو قبل سنتين عفوا قبل سنتين محصور ما بين 41 و 55 ويقبل قسمة على ثلاثة ثم السنة أو هذه السنة إذا أضفنا رقمين لهذا العدد الذي يقبل قسمة على ثلاثة سنحصل على عدد قبل قسمة على أربعة إذن فعدنا إذن فعدنا 42 45 48 إذن قلنا بأن عمر الأب وهو عدد يقبل قسمة على أربعة وهو العدد اللي يقبل قسمة على ثلاثة إذا أضفنا إليه رقمين إذن فعدنا 42 إذا أضفنا له 2 إذا أضفنا له 2 48 إذا أضفنا لها رقمين فتصبح 50 و50 ليس من مضاعفة أربعة وبالتالي فالعدد هو 42 زائد 42 ويساوي 44 إذن فعمر الأب هو هو 44 سنة ثم التمرين رقم تسعة المطلوب وهو القاسم المشترك الأكبر للعددين 12 و18 نوضع القواسم المشتركة للعددين وهي بالنسبة الـ 12 القواسم وهي 1 2 3 4 6 12 18 فقواسمها وهي 1 2 3 6 9 18 والقواسم المشتركة بين هذه العددين وهي واحد اتنا تلاتا وشتا واخبار هات القواسم وهو القاسم 6 ونكتوب للمشترك المشترك المشترك 12 18 6 6 2 مربعات متقيسة. عندها نفس طول الضلع. وطول ضلعها هو عدد طبيعي بلا السنتيمتر. سؤال اه جديد ترمين لامزير دلانجور دكات غياج. دان هنا المطلوب هو تحديد قياس طول ضلع اكبر مربع ممكن لهذا الشبكة او لهذا التربيع. اذا فقلنا نريد تربيع او تجزيء هاد الصفحة الى مربعات متقيسة. وطول الضلع هاد المربع يكون اكبر ضلع لي يكون عدنا اكبر مربع ممكن. اذا فعدنا 18 و 12. اذا سنقسموا هاد الجزء الى مربعات متقيسة وكذلك هاد الجزء الى مربعات مقيسة بحيث عدنا الضل اكبر ضل. اذا فهاد قياس ديل هاد الضل هو المقاسي المشترك لهاد العددين. وكيفما سبق لنا او جدناه بالسؤال الرقم الحد وهو سيطة. ونكتب للا لانغور دكاتي لبلغاني 6 سنتيمتر. ما بي. دان سو كالا كم بيان فتيل او بيان فدري فدري تيل دو كاري سؤال كيقول في هاد الحالة اه كم عدد المربعات اللازمة لتقطية هاد الصفحة. بما انه قلنا اه طول ضلع للمربع هو ستة سنتيمتر. اذا غادي ناخدو 18 ونقسموها على ستة. وكذلك 12 مقسومة على ستة. اذا آآ 18 مقسومة على ستة وهي تلاتة. اذا غادي نجزء هاد الطول الى تلاتة. ثم اثنى عشر سنتيمتر. غادي نجزءها الى جزئين. وغا نحصلو على هاد المربعات. اذا في عدد هاد المربعات وهو آآ تلاتة زائد تلاتة وهي ستة. فنسلك المربعات إلاها. ومن الانايشة الملبعات فرحة وتلاتة الوقت. نجزء الى أنا after مدد الأسساب. وهو كذلك البعدد من هذه السملة المترجمات لتقالة والسيقات الى أعين انظروا عليها